مرحبا بكم اليوم متواجدين في قفصة انتلاق اختبارات البكالوريا رياضة اليوم في قفصة حبيب الحاجي متفقد اول تربية بدنية واشتريغية بالتعليم الاعدادية والتانوي وراء الاس مركز اختبارات البكالوريا تربية بدنية بش نعطيكم بعض المعطيات العامة بالنسبة للعدد الجملي المترشحين في ولاية قفصة التربية البدنية في اختبارات تربية بدنية عنا 4676 مترشح منقسمين على 53 مؤسع بين العمومي والخاص بالنسبة للمؤسسات العمومية عنا 33 مؤسع فها 3750 مترشح المعاهد الخاصة عنا 20 مؤسع فها 921 مترشح بالنسبة اليوم الاختبارات كما تعرفوا العزنا متدوم من 11 افريد الى 23 افريد مع انجورني دوربي الشاج نهار 23 ان شاء الله بالنسبة للحالات الطارقة او التنامذل تقالهم ديزاكسيدان وكذا بالنسبة اليوم اليوم الاول عنا زوزليجان لجنة نقلة لردايف تخدم في معاهد فردايف واللجنة هذه لجنة عدد واحد عنا اربع مؤسسات تربوية اليوم المعهد احمد السنوسي فيه 180 مترشح وثلاثة معاهد خاصة اللي هي معهد اميلكار فيه 14 مترشح المعهد الخاص النصر فيه 79 مترشح ومعهد نخبة الالب فيه 44 مترشح بمعنى ان اليوم الاعداد الجملي في المركز زادية 35 مترشح الحقيقة ولو انطلقت الاختبارات بشيء من التأخير الحقيقة اليوم الحماية اوخرة كانت شوية مقدارت منشو مش ننطلقه كانت تكون بي الصحة الحماية المدنية موجودة الحقيقة الظروف طيبة الناس كل واقفة تليم ذات فرحانين الحمدولى الى حد الان الاختبارات قاعدة تمر بسلاسة الفترة الاولى اللي انه على فترة التين هي فترة من السبعة لعشرة وللمجموعة الثانية فيها المؤسسات الخاصة بشتنطلق العشرة الحقيقة قاعدين الاختبارات تمر بطريقة جيدة وظروف كلها ملاء مونة والمسؤولين لكل وظيفين وحاضرين ونشكر خاصة جماعة الامن القايمين المجهودة كبير والسناب صراحة الفضاء لكل متعليم الاتحان نفيش غرباء فيه كان اطراف اللي فاعلة في الاختبارات والحمد لله ونتمنى ان شاء الله النجاح والتوفيق لولداتنا تلامبه ان شاء الله تكون بداية طيبة للسلسل ان تعليم تحانات وطنية فيه في الولاية شكرا بعض الاختبارات الموجودة هنا في ولاية تقافصة اليوم انطلاق دورة البكالوريا رياضة دورة 2022 ذي المشاركين اليوم من المؤسسات العمومية والخاصة بولاية تقافصة بالتوفيق لابنائنا التلاميذ في الاختبارات اليوم في ولاية تقافصة يا رياضة اشتركوا في الاشتراف